المسيح هو بهاء مجد الله بمعنى هو الكاشف والمعلن لكل مجد الله يعني مثلا أنت بنعرف الشمس لكن بنعرف الشمس أنها مضيئة لأن أشعة الشمس مضيئة بنعرف الشمس أنها تاخنة لأن أشعة الشمس دافئة بنعرف الشمس أنها لها قدرة على التطهير وقتل الجراثيم لأن أشعة الشمس لها هذه القدرة فضي الشمس ما نقدرش نفتلها عن أشعتها والأشعة بتكشف لنا عن مجد الشمس أقدر أخذ من هذا التصوير معنى لكلمة يعني إيه بهاء مجد الله المسيح هو بهاء مجد الله فهو الذي كشف لنا عن الله في مجده هو إنجاز التعبير هو كأشعة الشمس وده مثل قاثر لألا حد يفكر لأنه رب نفسه بيقول بمن تشبهونني فأثوي لكن دي محاولة لتوضيح المعنى فكل مجد الله من بر وقداثة من محبة وحنو من قدرة وعظمة بانت في شخص المسيح صورة الله الغير منظور كلوس 1-15 في آية اللي هي طبعا مؤخرا عملت ثورة في حياتي أنا شخصيا مع أنه قاري الكتاب المقدس عدة مرات اللي في إنجيل يحنى إصحاح 5 والآية 37 وهذه الآية فعلا عملت ثورة وأنا عم بدرس أكتر هذه الآية والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي نعم هنا المسيح بيتكلم لم تسمع صوته قط ولا أبصرتم هيئته نعم يعني فإذن المسيح بهاء مجد الله يعني أي شيء عاوزيني يعرفه عن الله ندرك الله كيف كان بيتكلم كل من خلال المسيح الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر اشتركوا في القناة